وإلى مساحة جديدة رشا من مساحات صباحنا غيره رح نفروح فيها مع آلة البزق حيث شهد مسرح القباني يوم أمس انطلاق مهرجان آلة البزق في دورته الحادي عشر ويستمر لغاية 17 أذار بمشاركة عازفين من مختلف المناطق السورية الإضاءة أكثر على هذا المهرجان أكيد بيسعدنا نرحب بالإعلامي إدريس مراد مؤسس ومشرف المهرجان يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك سعد صباحك يوم تجهيزات عندكم هاي الفترة كتير شغل وتحضيرات للمناصبات اللي جائي برح كان في افتتاح مهرجان لآلة البزق خلينا نحكي كيف كان المهرجان وكيف كان الافتتاح حقيقة نحن بعد غياب طويل رجعنا على مسرح القباني هذا المسرح العريق أنا مسرح القباني كتير بحبه باعتبار أول شي ينتمي إلى يعني هي تعتبر ظاهرة ثقافية بدمشق وإضافة أنه هذا المسرح بيحمل اسم أبي خليل قباني هذا الاسم العريق فمبارح كان في هذا المسج ما بين الآلات التراثية والألحان التراثية مع هذا الاسم الكبير فهذه المسألة حتى لو كانت يعني بعض الناس احتمالي يعتبر هذا الحقيقي هو نظري ولكن عن جد اللي بيشتغل بالتراث واللي بيتعامل مع التراث السوري العريق بيحس هذا الإحساس أنه كيف آلة البزق مع أبي خليل قباني آلة الطنبورة اللي هي بشمال الشرق وشمال سوريا إلى مسرح القباني بدمشق هذه المسألة حقيقة هي مسألة كبيرة وإلى أهمية كثير كبيرة وإلى كثير رسال جميلة وخاصة يعني الآلات الطنبورة هي غائبة عن مسارح العاصمة فمبارح افتتاح كان حضور كسيف وأيضا حضور السيدة الوزيرة ووزيرة الثقافة دكتورة لوبانا حضرت وأسنت على العمل مبارح وكان عمل جميل جدا نعم كونو حضرتك عم تحكي عن الافتتاح خليلنا نروح لنحضر هذه المادة من أجواء الافتتاح مع زميلتنا إيليا علان ومنرجع ترجمة نانسي قنقر 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 دعنا نحكي عن الجديد دائماً بحكي أنه ما له قديم ما له جديد نحن بهذا بهذا المرجع نحن نهتم بالتراث تراث السوري القديم سواء من ناحية الآلات أو من ناحية ألحان فأنا كشخص ضد الحداثة في التراث تجديد ممكن توزيع الموسيقي ممكن بآلات موسيقية أخرى أوكي ماشي بس مع الحفاظ على اللحن الأساسي والمقام الأساسي للمادة باعتباره آلة البزق أو آلة الطنبورة التي هي الأم في هذه العائلة هم آلات القديمة ورح نشوف مع مرور الأيام بكرة أو بعد بكرة عازف أو يعزف على آلة من آلات الأم التي لم تغيرت من ألفين سنة من ألفين عام هذه الأشياء أنا عندي كثير مهمة بملتقى البزق وخاقة أن يقدم الطنبورة بشكلها القديم اللحن بشكله القديم فعموما إذا بدنا نقدم التراث السوري على مدى ألف مهرجان ما سيخلص فدائما لدينا الحان جديدة لدينا وجوه جديدة في العازف يعني مثلا منطقة الشمال وشمال الشخص سوريا مليئة بالعازفين على الطنبورة والبقلما يعني إذا بدنا نعمله المهرجانات ولا بكثير ولذلك أنه دائما التجديد هو تجديد الأشخاص وتجديد المادة التي تقدم في المهرجة أستاذ حضرتك إليك بصمة وأثر كثير معروف بهذا المجال اليوم أدي مهم نحن كون في عنا آلية للحفاظ على التراث السوري وخاصة بضمن التطورات اللي عم بنعيشها أنا دائما عم بحكي أن هناك معاهد في سوريا وخاصة المعاهد التي تتبع الدولة سواء لوزارة التربي أو حتى لوزارة الثقافة طبعا وزارة الثقافة يعني حقيقة كل مشاريعي هي بالتعاون لو لا أو وزارة الثقافة ومدية المسارح ودار الأوبرا ما أقدر تقدم هذه الشغلات هي دائما تدعمني ولكن المقصد إذا بدأت تدخل التراث بحالة التوسيق من الضروري جدا يكون فيه جزء بمعاهد علي الموسيقى أو حتى المعاهد الأخرى يعني جانب أو قسم للموسيقى الشعبية السورية يعني من المفترض أنه يدرس فيه الموسيقى السوريانية والموسيقى الأرمانية والموسيقى الكردية هذه الموسيقات التي تدبع السقافة السورية التي هي من جزء أساسي من السقافة بالإضافة إلى البيئات السورية المعروفة نحن عنا مثلا غناء الفراتي غناء الفراتي أو الموسيقى الفراتي 0 SO geven هي لا تجبه ولا تدبع للعراق مثل ما عم يفكره العالم مثلا التراث السوري الفراتي له خصصيته وله روحه الخاص فيه وكذلك الأمر في ناس تيرينا عم تفكر أنه مثلا التراث الساحلي بيشبه التراث اللبناني كمان لا نعم الجبال والبيئة بتلعب دول دائما ورافة سوريا فيها روحها الخاص ولذلك هذه المواد وهذا التراث من المفضل عن يدرس أكاديميا ويطور بطريقة بطريقة أن نلائقة من خلال الحفاظ على لحن الأساسي والحفاظ على المقام الأساسي نعم أستاذ دريس ولو سريع بالوقت المتبقي خلينا نحكي عن الفعاليات التي رح تكون ضمن أيام المهرجان قالت البزوق يوميا في حفلة نعم يوميا في خمس حفلات يعني المقصد أنه نحن يوميا نحن نجمع ما بين الأساليب مثلا يوم الأول اللي شفناه الآن إذا لاحظت مثلا كينان أبو عقل هو اللي عم يحاول يطور بهذه الآلة يطور في السلوب العزف بهذه الآلة فدائما في الحد اليوم هو في قيد التجريب عم يجرب وعمل أكثر من الشغلة من خلال تطور السلوب العزف على هذه الآلة وأيضا بحر التركماني هو يتبع لمدرسة محمد عبد الكريم الراحل الأمير البزوق محمد عبد الكريم ومحمد مطر ولكن كمان اتخذ السلوبه الخاص التجربة الثانية هو ما بين يعني هذا المزج ما بين الحداثة والتراث اللي عزف عليها دكتور هوشانك حبش يعني هاي التجارب كلها أنا فين أعتبرها هي حالات تجريبية في هذه الآلة وكمان أيام جاية رح تكون نحن عنا هيك أسعلي يعني عنا عزف سنائمة بين الباقلمة والطنبورة في الطنبورة القديمة اللي ما تغيرت من 2000 سنة زاد نحن هذا السنة الجديد بهذا العام اهتمينا بالشباب اليافعين حقيقة هناك عازفين أعمارهم 16 17 18 سنة عازفين بارعين وخاصة على آلة الطنبورة فهناك 11 شب من عفرين من حلب جايين رح يكونوا معنا بكرة وبعد بكرة إن شاء الله إن شاء الله هيك من أتمنى لكم كل النجاح وتكون هذا المهرجان ياخد بصمة كتير حلوة مثل ما تعودنا على كل أعمالكم شكرا بدي أتشكر حضورك لليوم وإن شاء الله هيك منكون معكم ومنحضر كمان الأمسيات اللي عم تشتغلوا عليها شكرا لتعاونكم الدام شكرا عن جد أنتوا دائما معنا بكل النشاطات اللي عم يكون فيها شكرا كتير إلك وموفقين أكيد بيباقي أيام المهرجان شكرا جزيلا